مارتن غريفتس في الرياض مجدداً بعد شهرين من التوتر في العلاقة مع الحكومة الشرعية في غياب الرئيس هاد الموجود حالياً في الولايات المتحدة سيسعى المبعوث الأممي إلى اليمن إلى ترميم العلاقة التي تضررت كثيراً خلال الفترة الماضية بسبب ما تعتقد الحكومة الشرعية أنه تماهل للمبعوث الأممي مع المسرحيات الحوتية التي تجري في مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة على وقع التطورات المثيرة للقلق في محافظة الحديدة يجدد المبعوث الأممي خلال لقائه نائب الرئيس علي محسن صالح ونائب وزير الخارجية محمد عبد الله الحضرمي مساعيه للدفع بالجمود الراهن حالياً في مسار اتفاق الحديدة في وقت تتجدد فيه الخروقات الخطيرة لوقف إطلاق النار الهش الساري في المدينة وموانئها الثلاثة منذ دخوله حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر الماضي ووثقاً لصحيفة سعودية فإن المبعوث الأممي سيسعى من خلال لقاءاته في الرياض إلى تفادي انسحاب حكومي محتمل من اتفاق السوكهولم بسبب استمرار الحوثيين في خرق الهدنة الأممية في مختلف جبهات الحديدة وتصعيدهم الأخير للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مطار أبها جنوب السعودية وبعد أن أكد أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو غوتوريش أن العلاقة بين الأمم المتحدة وحكومة الرئيس عبد الربو بنصرهادي هي مفتاح الحل باعتبار أن الحكومة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني وذلك في أعقاب زيارة قامت بها وكيلته للشؤون السياسية روزماري دي كارلو إلى الرياض مؤخرا سيحاول غريفثيس طمأنة القيادة اليمنية وتأكيده للنزاهة الأممية في مساعيها لتنفيذ اتفاق سوكهولم وبالأخص ما يتعلق منه بالتهديئة في الحديدة وإعادة الانتشار من المدينة وموانئها الثلاثة إضافة إلى مناقشة جوانب الاتفاق الأخرى المتعلقة بالأسرة والمعتقلين وفك الحصار عن مدينة تعز أولويات المبعوث الأممي في أحدث جولة من المشاورات التي سيجريها مع الأطراف اليمنية موعودة بصعوبات الجمة خصوصا أنها تنصب على مهام الأمن والإدارة في مرحلة ما بعد استكمال إعادة الانتشار في الحديدة والتصرف في إيرادات موانئها الثلاثة وهم النقطتان الشائكتان في اتفاق الحديدة مهمة المبعوث الأممي تستأنف إذن على وقع علاقة مشوبة بالحذر مع الحكومة الشرعية وتحديات لا تزال تعترض تنفيذ اتفاق الحديدة خصوصا بعد اعتراف الجنرال مايكل لوليسجارد باستمرار التواجد الكبير للمظاهر العسكرية للحوثين في ميناء الحديدة ما يضع المبعوث الأممي أمام اختبار الحيادية التي تعتقد الحكومة الشرعية أنها سقطت بعد أن شرعنا غريفتس ما اعتبرته انسحابا حوثيا صوريا من موانئ الحديدة والصليفة ورأس عيسى